تكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في افتتاح أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز والتي تعقد على مدى يومين الخامس والعشرين والسادس من العشرين من أكتوبر بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان برئاسة فخامة الرئيس الهام عليف رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة ومشاركة أكثر من 125 دولة ومنظمة إقليمية ودولية وقد نقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا إلى فخامة الرئيس الهام عليف رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة رئيس القمة الثامنة عشر لحركة عدم الانحياز وتمنيات جلالته بتحقيق الأهداف المرجوة من القمة والتوصل لنتائج تساهم في تفعيل دور حركة عدم الانحياز في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب في المزيد من الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته على استمرار دعم مملكة البحرين التام لأهداف حركة عدم الانحياز التي تسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين منوها بأن مملكة البحرين تلتزم بنهج التعاون والعمل الجماعي من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم والحفاظ على العلاقات الودية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والابتعاد عن سياسات التهديد وزعزعة الأمن الدولي والإقليمي بشكل مباشر أو غير مباشر وأشار معالي وزير الخارجية إلى استضافة مملكة البحرين مؤخرا بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا لمجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية في إطار جهودها الهادفة للحد من أكثر التهديدات خطورة على الأمن والاستقرار سواء في منطقة الخليج العربي أو في العالم لسيما بعدما تعرضت له الممرات البحرية في الخليج العربي والمنطقة من قبل دول وجماعات إرهابية من اعتداءات على السفن التجارية وبعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما حملته من مخاطر جدية على اقتصاد المنطقة والعالم مبينا معالي أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملة الأخرى في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط هو ركيزة مهمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم أجمع وتفرض على المجتمع الدولي العمل على تحقيق هذا الهدف الحيوي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في مجال نزع هذه الأسلحة وأضف معالي وزير الخارجي أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بسياساتها بالعمل مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على النهوض بمسؤولياتهم وستوصل جهودها في توفير كل سبل الأمان والأمن والسلام ومواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة بما لها من أهمية استراتيجية فائقة وأشهد معالي وزير الخارجية بالجهود التي مكنت حركة عدم الانحياز من أن تظل ثابتة متمسكة بمبادئها وقيمها التي نشأت عليها منذ مؤتمر باند بونج في أندونيسيا عام خمسة وخمسين مشددا على دعم مملكة البحرين للقضايا الهامة التي تقف بجانبها الحركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب والتصدي لداعميه ومموليه ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والذي تنتهجه وتصر عليه بعض الدول ويعد صورة من صور هذا الإرهاب الواجب محاربته ووقفه وأداء لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى وعرقلة تسوية الأزمات وعدم قيام علاقات إيجابية بين الدول تستند إلى احترام الاستقلال والسيادة والثقة المتبادلة وحسن الجوار كما أكد معانهم أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بالعمل ومواصلة الجهود مع أشقائها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى يستتب الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة ويتم التوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 لعام 2015 وبما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضي وجواره الإقليمي معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل توحيد كافة الأطراف الوطنية والحكومة الشرعية في اليمن لتمكينهم من مواجهة ميليشيا الحوث الإنقلابية وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة ككل وفيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة فقد شدد معالي وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على استقلالها ووحدتها والرفض التام لأي احتلال يقع على أي جزء من أراضيها من قبل أي قوات أجنبية مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان جينيف واحد وقرارات الأمم المتحدة وعلى الموقف الثابت بأن هضبة الجولان هي أرض عربية سورية محتلة وفقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وأكد معالي وزير الخارجية سعي مملكة البحرين الدؤوب والمتواصل لتعزيز الدور حركة عدم الانحياز في عالم اليوم بقضاياه ومشكلاته وتطلعاته وتطلعات الشعوب والدول والعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء لتفعيل دورها وتحقيق أهدفها